السلام عليكم ومرحبا بكم خوتي لا تنسوا اشتركوا معنا في قناة فعلوا الجرس وديروا النجام ربي يحفظكم ان شاء الله وضع بنك تراسة الجزائر شروطا معينة من اجل قبول تمويل شراء سيارة بقرض تحت مسمى راحتي سياراتي ويكشف البنك عبر موقعها الرسمية عن جملة من الشروط وكذل وثائق المطلوبة في ملف شراء سيارة جديدة كما اشار البنك بان هذه السيغة موافقة للشريعة الاسلامية وهو ما يرتاح له المواطن بعيدا عن اشكالات القرض الاخرى الكلاسيكية ما هو قرض راحة سيارة من بنك تراست مع راحة سيارة يمولك تراست بنك الجزائر للحصول على سيارتك المصنوعة في الجزائر وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية 65% خصم على التأمين الشامل تمويل يصل إلى 80% من سعر السيارة توصيل سريع ما هي الوثائق الواجب تقدمها للملف لشراء سيارة المنسندات الاساسية المشتركة لجميع طلبات تمويل طلب للحصول على تيما استهلاكي أو تمويل راحاتي نموذج بنكي إثبات هوية صالح CNA أو PC شهدت ميلاد رقم 12 بطاقة إقامة تقل مدة وعند ثلاثة أشهر سجل عائلي المتزوجين إقرار مديونية أو عدد مديونية المقترد إذا كان موجودا نموذج البنك إقرار مديونية أو عدد مديونة المشارك أو الضمان إذا كان موجودا نموذج البنك أيضا فاتورة مبدئية تعلق بالمنتجات التي سيتمشي شهادة منشأ صنع في الجزاء للمنتج الذي تم شراءه أو ذكره مباشرة على الفاتورة المبدئية لعملاء الموظفين أو لعملاء المحتملين صورة من بطاقة ضمن الاجتماعي الشيفاء إلى آخره صورة عمل تقل مدة عن شهر تحدث طبيعة العقدة غير محددة المدة قصائمة دفع لآخر ثلاثة أشهر أو بيان المكافئات نسخة من بيان الأجر من قبل صاحب العمل المعتمد من خدمات كناص أي مستندات داعمة للدخل الآخر إن وجدت كشف حساب لآخر ستة أشهر العملاء المتقاعدين أو المحتملين من أجل شراء سيارة صورة من بطاقة ضمن الاجتماعي شهادة معاش صادر عن أحد سندق التقاعد أي مستندات داعمة للدخل الأخرى إن وجدت كشف حساب لآخر ستة أشهر باستثناء الحسابات المتعلقة بالاحتمالات المقينة ما في عدادات تيبية للعملاء المحترفين محتملين أو الذين يمارسون نشاطا تجاريا حالة إنشاء أو تعديل حالة شركة لمدير أو شرك أرل سارل أسان سي أس بيا نسخة من السجل التجاري مصدقة من المجلس النرويجي للاجئين نسخة من بطاقة الضريبة نسخة مسد من الموافقة والتفويض للأنشطة الخاضعة الموافقة والإذن أقل من عام على شهدت تحديث كناص أو كازنوس مقتطف من الأدوار التي يقل عمرها عن ثلاثة أشهر تحذير الضريبة والميزانية العمومية الضريبية للسنوات الثلاثة السابقة مع تأشير من الخدمات الضريبية لمكان ممارسة النشاط شهد الضريبية سي أين عشرين لآخر ثلاثة سنوات نسخة من آخر إقرار ضريبي سنوي للمختارد شهد الضريبية